موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم نناقش فيها هذا المساء ظاهرة اجتماعية بامتياز وهي ظاهرة احتراف التسول مصالح الأمنة علنت خلال الأيام القليلة الماضية أنها تمكنت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري عبر مدن المملكة من توقيف أزيد من 500 متسول بينهم عدد كبير من المغربة بالضبط 474 ما من خلال الأبحاث الأولية تبين بأن هذه الحالات تكون مقرونة بظواهر مشينة منها التسول مقرون بالتحرش استغلال الرضاع استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية هذا الموضوع نطرحه للنقاش هذا المساء بتبسيط سواء أشكال وأنواع والمعطيات والأرقام المتعلقة بالضائرة في بلادنا العوامل التي ساهمت في تزايد أعداد المتسولين ومحترف التسول بالعديد من مدن وقرى المغرب والحلول والمقاربات القمينة بالحد من الظاهرة التي أضحط ظاهرة مشينة سواء على صورة المغرب وصورة الفرد المغربي وكذلك صورة المغربي في الخارج لمناقشة الموضوع سعودني أن أرحب بكل من سي محمد أيت عزيزي أنت مدير الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مرحبا بك شكرا لك سي أشهد المهمي أن تعوض الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية هشة مرحبا مرحبا سي جامعة مرحبا كذلك بسعد رحيم الخلادي الباحث والإطار الطربوي وكنت إلى عهدين قريب أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مرحبا مرحبا وشكرا أستاذة مريم جمال الإدريسي محامية بهيئة الضربيضاء وعوض الجمعية عدلة من أجل الحق في محاكمة عديدة مرحبا شكرا ومرحبا لك شكرا لك والأستاذة هانا أشريقي أستاذ تعليم الاجتماع بجامعة بشعيب قريب الجديدة مرحبا شكرا على السدافة شكرا لكم جميعا على قبول دعوتنا شكرا للحضور الكريم شكرا لكم مشاهد الكرام على حسن التتبع دائما بإمكانكم كما جرت العادة على ذلك التعقيب على مجرية النقاش الدائر في الستوديو عبر رسائل هاتفية القاصرة لأس امس على جاكم الماثل أمامكم على الشاشة 18-18 بشري ربما نقتلع لكم بداية بشري نحصروا الظاهران طلبوا من السئة عزيزي لعنده شيء أرقام وعطيات محيانة على أعداد ممتهني التسويل في بلادنا شكرا جامع أولا على إطارة هذا الموضوع إذن نجدد الشكر على القناة الثانية على إطارة هذا الموضوع الذي موضوع يهمنا ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الشميعية كبقي المتدخلين تتم بهذا الموضوع لأنه الموضوع معقد الموضوع في متدخلين يعني مختلفين الموضوع كذلك يستدعي التقائية جميع الأطراف لمعالجته فيما يخص المعطيات آخر المعطيات التي كانت هناك بحت في 2006 كان قامت به الوزارة وكان على مستوى مدن مدينة الرباط لأنه ذلك كان الرقم هو 1118 فهذا 2006 وكانت هناك معطيات أخرى قدرت على مستوى مدينة الدار البيضاء في إطار يعني الخريطة لهشاشا واللي كان أنا ذلك رقم حوالي 5000 وباش يكونوا أدناء أرقام محيينة حول الظاهرة هي ظاهرة صعبة من حيث الضبط كذلك من حيث حتى المقاربة الإحصائية لإعطاء أرقام يعني التي تعطيه صورة حول هذه الظاهرة كان بعض الفاعلين مدنيين سلمو ملكي تتكلموا على حوالي نصف مليون متسوير في المغرب ما عبتش تسلمها في الجمعية واش عندكم شو معطيات ولو تقريبية في الجمعية من خلال الأبحاث الميدانية اللي تنقم بها في مدن سلا والرباط والضر البيضاء قدير مراكش هو يصعب فعلا الحديث عن أرقام محدودة لأن ظاهرة ظاهرة زئباقية تعريف واحدة مجموعة من التحولات هذه التحولات لشهدها المغرب أيضا من خلال التحول من مشامع القرية إلى مشامع المدينة كل هذا سهم في تنمي هذه الظاهرة يصعب اليوم إعطاء رقم محدد للظاهرة على مستوى هذه المدن تتبقى الإحصائيات ديال 2006 وللإحصائيات ديال الدراسة اللي قامت بها العصبة المغربية لحماية الطفولة هي آخر مكان في الإحصائيات المتوفرة لدى الفعالي الجمعويين أيضا أستاذ شريقي هل يمكن ربما أنا سبق الأحلى تكلمت على ظاهرة واش ممكن تسوين اعتبره ظاهرة واش فيه المواصفات من ناحية يعني على الأقل ما تتم معينته في المعيش اليومي إذن كما تعرفون بأن تعريف الظاهرة تعريف سوسيولوجي الظاهرة هي في عموميتها وثمتيريتها بمعنى عندما نخرج المواطن العادي من بيته ويلاحظ في وقت زمني قصير نصف يوم أو يوم أشياء تتواثر أمامه فيمكن الآن الحديث عن شبه ظاهرة أو ظاهرة أو حدد اجتماعي مرشح إلى أن يكون ظاهرة بنسبة التسول لا يمكن القول إلى أنه ظاهرة وظاهرة فيها نصف حلف المشمع المغربي وسنتحدث عن ذلك نظرا لأسبابي ونظرا أيضا الأرقام التي أعتبره بأن أرقام تستدعي لكي لا أقول صادمة ولكن على الأقل تستدعي تدخل سواء العلمي أو تدخل مؤسستي السرخ الذي كنت في إحدى المقالات تتناولتي ظاهرة ظاهرة تسول لواقعة التسول وربما الحاجة التي يخصنا ربما نوضحها من البداية وأنه كان تسول بسبب الحاجة لربما يقدرون قوله بأنه مبرر ولكن كان احتراف ومهنة التسول ربما كان فرق أساسي بين الصينفين نعم بالفعل فالتسول ينقسم إلى مجموعة من الأنواع فهناك التسول الإضطراري الذي هو نتاج لظروف اجتماعية واقتصادية معينة وهو متصل بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ويعرفها العالم بصفة عامة متصل بالهجرة من البادية إلى المدينة متصل بمجموعة من الحيثيات لكن هناك نوع من نوع آخر وهو التسول الاحترافي التسول الاحترافي بحيث يتحول التسول إلى حرفة وتنشط في مجموعة من الشبكات ويتم استحضار مجموعة من الأمور التي تبتعد عن القيام وتبتعد عن المبادئ الإنسانية بحيث يتحول المتسول إلى آلة لجمع المال بطريقتنا وبأخرى وهناك أصناف أخرى يمكن أن نتحدث عنها أيضا في هذا الإطار بحيث أنه يمكن أن نتحدث عن التسول الموسمي الذي يرتبط ببعض المواسم محددة ومنها المواسم الدينية والمواسم التي تجري على كل تكون الشعبية على مستوى الأولياء والصالحين وغير ذلك من ممارسات الشعبية وأنواع أخرى في هذا الإطار لكن ما يتير فعلا هو أن هناك شريحة كبيرة من المتسولين تحترف هذه المهنة وتشكل خطرا على التنمية في حد ذاتها على اعتبار أن هذه الفئة تعتبر فئة غير منتجة والتالي فهذا يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي أستاذ جمال إدريسينا أطلب منك بشكل مقتضى بالتعريف القانوني لتسول الذي المجرى في القانون الجنائي القانون معرفش أنه تسول تعريف قانوني فقط أشار إلى أن ذاك المتسول هو الذي لا يتوفر على وثائل تعيش ولا يتوفر على عمال ويلجأ إلى اعتياد هذا التسول أما التعريف القانوني مثل تعريف فقهي منضابط أو تعريف قانوني منضابط التسول في القانون المغربي في مجموعة القانون الجنائي لا نتوفر عليه فقط هناك مجموعة من نصص وهي الفوصول من 321-333 في مجموعة القانون الجنائي طرقت لهذه الظاهرة بواحد النوع من إنصح التعبير اعتبرت الظاهرة ظاهرة إجرامية بعيداً على المقاربة الأخرى التي يمكن أن نسوق فيها الحديث وأن نفهم فيها فعلاً خطورة هذه الظاهرة لا سيما لا سيما وأنها تسهدف الفئات الهشمية للمجتمع هنا نبدأ من استحضار منظومة دير حقوق الإنسان والدستور المغربي الذي ننسجم في إطار واحد وحاول ما أمكن حماية الفئات الهشة لهم الأطفال والمسنين والنساء نقتل لكم قبل مصنون النقاش نتابع روبرتاج من إنجاز مريم الرئيسي اللي فيه متابعة لبعض الحالات في مدينة الضر البيضاء في كذلك موجهة نظر مصالح الأمن موجهة نظر الشرعية في الظاهرة وفي مجموعة العناصر اللي ستساهم أنه نطور نقاش نتابع روبرتاج الضر البيضاء في يوم ربيعي عاد بمركز المدينة بات من المألوف أن تشاهد ظاهرة التسول أمام المقاهي والمطاعم في واجهة الفنادق وإشارات المرور تماماً مثل بقى المدن المغربية الظاهرة تشمال الجنسين ومن مختلف الأعمار بل والأدهى يرافقهم أطفال وردع في وضن إنساني مزر خلال إنجاز الروبرتاج الكاميرا لم يكن مرحب بها لذلك استعنا بكاميرا خفية ماذا تجيب من الصباح ومتينة؟ لا تنجي تلعشي هذا اللي قد برتي خمسين درم في المنطاعم خمسين درم من أجل حمسة كم قالة لجيت في الصباح ومتين قطرة في الصباح كم نجيب من متى السبعة تنمشي بعد ثلاثة الوجهة مقبرة الغفران وكباقي المقابر منذ المدخل وإلى باحة المقبرة المكان يعجب متساولين كثر كحالة هذه الأم التي لم يستنيها الحمل عن تساول هذا اليوم في سنة 2004 كشفت دراسة الرابط المغربي لحماية الطفولة أنجزت بين الرباط والضر البيضاء أن نحوة خمسمائة ألف شخص يمتهنون حرف التساول بالمغرب بصفة دائمة أو مؤقتة بخمسة وستون بالمئة منهم دكور وخمسة عشر بالمئة من المرافقين يستأجيرون الأطفال لمزاولة نشطهم وكشفت نفس الدراسة أن تلتي الأطفال يعانون أمراض مزمنة كالسكري والحساسية والرب وهنا يطرح سؤال حول التساول الاحترافي التساول التكسب هذه فيها خداع وفيها أكل أموال ناس بالباطل للأسف كالقوا في مجتمعتنا بعض الناس يمتهنون هذه الحرفة ويبدعون في طرق لإخفاء أنفسهم من أجل أن يستمدوا العطف للآخرين فكالقوا منهم من يستخدم أطفال على وجه الكراء منهم من يقوم بأشكال معينة ليظهر بأنه مريض وسقيم لكي يأخذ أموال الناس هذا كله من بالأكل أموال الناس بالباطل وهدفه حرمة واضحة في الدين الإسلامي علماء الاجتماعي يصفون ظاهرة التساول بالمرض الاجتماعي الذي يحتم مقاربة شاملة خاصة ما يتعلق بالشق الأمني وهو ما تسهر عليه ولاية الأمن بمدينة الداري البيضاء فما هي مجالات تدخل المصرح الأمنية نلامس فيه الحالات الشادة من قبيل المتحدث عنها مثلا كراء الأطفال القاسرين أو استغلال القاسرين يعني أبناء هؤلاء المتسولين في التسول أو استغلال الإعاقة من أجل التسول أو افتعال الإعاقة كذلك من أجل التسول هذه الحالات لا نتنازل عنها في المتابعة القدائية وتقديم هؤلاء الأشخاص إلى دوائر الشرطة من أجل الاستماع إليهم حول هذه المخالفة المنصوص عليه في قانون الجنائي ويقدمون إلى اندياب العالم لتقول كلمتهم المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية أوقفت خلال السنة المنصرمة أزيد من 13 ألف متسول حوالي الرابع تمت إحالتهم إلى العدالة ومنذ بداية السنة الجارية تم تقديم أكثر من 5000 متسول أمرا في علاج الطاهرة والحد من تبعاتها يمكن أن المتسول يتحول إلى صارق يمكن أن المتسول يتحول إلى شخص شريس يعني بعبارات سب والشتم بالنسبة لمستعمل الطارق هذه كل واحدة نعيشها يوميا وبالتالي فأننا نتدخل بطريقة يومية هناك فرق خاصة نطلق عليها نحن اسم التطهير يعني تطهير المدارات من شوائب الأمنية تطهير الفضاءات العمومية من هذه الحالات تطهير طرق العامة تطهير مثلا الأماكن السياحية هذه كلها لها فرق خاصة لمحاربة هذه الظاهرة ولولا وجود هذا الفرق لكانت يعني ما نراه يمكن أن يكون مضاعفا في جميع الساحات العمومية وكذلك الشرية العامة تتعدد أسباب التسول ناتج عن المشاكل الشماعية كالطلق والتخلي والإهمال من قبل الولدين واليتم بل في بعض الأحيان يتحول إلى إدمان ومهن قائمة الدات وتبقى النتيجة واحدة شوائب تصيب المجتمع على مستوى الاقتصادي والسيكولوجي تستلزم الدراسة والتشريح ربما على الأقل النقطة اللولة في روبروتاج أستاذ الشريقي كان رقم رسمي من المصاريح الأمنية المتعلق بالحالات التي تم توقفها فقط سنة الماضية وهو 13 ألف زي 5 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة هذا ربما رقم يعطينا صورة تقريبية على الحجم للظاهر أليس كذلك؟ نعم بالطبع إذن كما قلت قبل الروبروتاج هو أرقام لكي لا نقول صادمة لكن أرقام تحتاج إلى تحليل وتمحيص من طرف الخابير سواء القانوني أو الجمعوي أو سوسيولوجي أو المختص النفسي إلى غيرها إذن بخصوص هذا الرقم يبدو لي أن أول أمر يجب أن نتساءل حوله هي ما هي الدوافع التي جعلت هذه الأرقام في تصاعد مستمر شنوه العام الدفع الأول إذن الدفع الأول كما أشار الزميلين هو الدفع ديالوربانيزاسيون انتقال من القرية إلى المدينة عندما ننتقل من القرية إلى المدينة ننتقل من الحق الأساري إلى مهان ربما مجهولة إلى مستقبل مجهول وبالتالي ما هي الموارد الكفيلة بإعالة هؤلاء المهاجرين الجدد من القرية إلى المدينة داخل هذه المدونة الجديدة وخصوصا كما ترون داخل المدونة الكبرى مقابل ذلك هناك مشكل قيامي يشكو منه المجتمع المغربي وهناك العديد من الدراسات في هذا المجال هناك تراجع قيم تضامن قيم الجوار قيم تكافل إذن هذا الشخص الذي انتقل من الفضاء أو المجال القاروي إلى المجال الحضاري باحثا عن ملاذ باحثا عن عن مورد مادي وفي ضل غياب أو تراجع قيم تضامن السؤال المطرحون ما هي البدائل المؤسساتية الاجتماعية والمجتمعية التي تتاح له سنوصلها ولكن الأستاذ الشريقي غير واحد النقطة الذي يقول أنه قيمة التضامن في المجتمع المغربي هي التي يستغلها محترف التسول لأنه لو لم يكن هذا المحترف ممتعين التسول لا سيبقى في المجتمع وما عندهم حدود قليلة أنه يستدرع عطف الناس وبالتالي يستغل هذا التضامن والشعر عند شريحة أخرى ربما يستغلها في ابتزاز أخي ندوي على محترفين ممتعين التسول بشي المتسول من أجل الحاجة نعم سؤال واجئة لكن أنا أعتبر بأنها ليست قيمة التضامن بل هي قيمة الواجئ والوازع الديني هي التي تكون حاضرة لدى من يعطي الصداقة بين المزدوجتين لأنه يعطي صداقة ويعتبرها حسب السجيل الديني بأنها جزاء سوف يجزع عليها من طرف الإله تالي ليست تضامن اجتماعي بل الوازع الديني والمكوين الديني والقيمة الدينية هي التي تحرك هذا العطف واستمالة عطف المالح سيد الخلادي معتش كتشطرة لفكرة لأنه كان المعطاة الديني في الأمر لكن ربما كان معطاة أخرى التي تجعل أنه المالحين بين المزدوجتين للمتسولين المحترفين بكل تأكيد ربما أنه ربما وجهة نظرة الدينية واضحة في تصريح دي المتدخل بأنه الصداقة كان معروفين معروفين الماليها نعم إذن هؤلاء المتسولون المحترفون ينطلقون من مرجع مشترك وهو مفهوم الصداقة في الدين الإسلامي وما ينتج عنها وما يجازي الإله بها إلى غير ذلك من تفاصيل ينطلقون من هذا المنطلق فيبدعون أشكالا متعددة ولغة معينة فيها محتوى ديني لاستدرار العواطف وترقيق القلوب إلى غير ذلك وهنا هذا التوظيف في هذه الحالة هو توظيف خطير على اعتبار أن الدين ينبغي أن يكون في مجاله وفي محله وفي سياقه وهذه الممارسات ينبغي أن تبقى بدورها في سياقها لذلك فالغطاء الديني هو الذي يساهم في انتشار الظاهرة خصوصا في الشقة الاحترافي لأن الإنسان المغربي إنسان مؤمن بطبيعه متسامح إلى غير ذلك فيتم استغلاله مثل هذه الوضعية أو هذه القيم للقيام بهذه الممارسات فيمكن أن نجد العديد من المظاهر في هذه الحالة يمكن الحديث عن التسول في أبواب المساجد استغلال العاطفة الدينية خاصة يوم الجمعة التسول أمام المقابر أو بداخل المقابر أيضا استغلال تلك الحالة النفسية الموجودة في هذه الحالة هناك مظاهر أخرى يمكن أن تصل إلى بعض الأمور التي يمكن أن نسميها حتى بموضة التسول على الاعتبار أنه مثلا على الأقل من التسعينيات إلى الآن يمكن أن نرى ظواهر معينة بحيث نجد مثلا بعض النساء بلباس محتشيم وكذا وكيدخلوا المقاهي مثلا يتم توزيع بعض الوريقات على الناس ومن بعد يتم الجمع هذه الحالة من ناحية تعبير ومن ناحية السيميائية فيها العديد من الدروس بحيث أنه يتم استغلال مثلا المفهوم الحشمة والوقار استغلال مفهوم هذا الصمت في إطار ديني الصوت عورة أو لا صوت المرأة إلى غير ذلك فمجموعة من الأمور يتم استغلالها لاستدرار تلك العواطف لذلك فهذه من الأمور التي نبغي الانتباه إليها فالموضوع أو لا صدقة في سياقها الديني نحن نحسر لما تطرح لا إشكال ولكن أنا أتحدث في السياق الاحتراف سيد عزيز لماذا اشتغلت شيئا على الدوافع والعوامل لا أولا يجب أن نشير أنها هي ظاهرة معقدة جدا وكل عوامل التي تفضلوا بها الإخوان الأمستاذ الكرام فيما يخص الفقر فيما يخص الصحاف فيما يخص يعني الاختيار الأماكن هذه كلها يعني حسب البحث التي كان أجريها في 2006 كل هذا وافع ولكن السؤال الجوهري هو أنه تبين من خلال التجارب التي قمت بها السلطات العمومية في هذا المجال هو أن معالجة هذه الظاهرة بشكل مباشر لا يعطي نتائش وبالتالي فالاستثمار الأكبر هو الاستثمار في الوقاية هو الاستثمار في السياسات العمومية هو الاستثمار في مداخل متعددة منها وما هو قانوني وما هو تلموي وما هو هو اقتصاد سيل المومي من النقاط كذلك التي وردت في الربورتاج الظاهر ربما لأولى الأمور يعني المشينا التي مرتبط بضائر التسؤول هو استغلال أطفال الرضع يعني في وضعية ضروف المناخ قاسية في البرد وكيراء يعني بعض المتسولين المحترفين ولكيراء الأطفال فما هنا الخطورة الأمر وبشاعته فعلا هذا نوع أولا من أنواع انتهاك حقوق الطفل التي صادقة عليها المغرب والذي انصت عليها في الصور 2011 ثاني نقطة كون أن هذ الأطفال الذين يتم استغلالهم هناك أصبحت المقاربة مختلفة عن سابقاتها باعتبار الوازع الديني الذي مشاره له الأخوات والإخوة كان الناس يتعاملوا بالعطف اليوم المقاربة عندها مدارس ديالها عندها مناهج ديالها في التعامل بهذه الأطفال هذو إذن من خلال الممارسة اليومية في الشغال ديال الجمعية كانوا كان صدف واحدة المجموعة ديال الحالات ديال الأطفال الذي يتم تنويمهم لأزيد من 16 ساعة باستعمال مجموعة ديال الأعشاب المغربية اللي تنعبح الخرشاشة بالحوجات اللي كنا نتلقوا أن ذاك الوليدات نأسين إذن هذا من أبشع صور الاستغلال ديال الأطفال في التسول ثانيا كان واحد طريقة أخرى ديال الاستغلال وهي منظمة لأن هناك شبكات تعملوا على استثمار هذه الأطفال في الشوارع وبالتالي كان واحد اللي يدغ هو الذي يحرص على عملية توزيع المهام بين هذه الأطفال وبالتالي يتم استجلاب العطف للناس وحصد واحد المبالغ باليها كثيرة جربة ديال الجمعية في اليوم أبانت على أن واحد المجموعة ديال الفتيات كانوا يرفض البدائل التي كانت تقترح ديال الجمعية في إطار البرامج ديالها أو ديال التعليمية لكون أنهم كانوا يحصلون على أزيد من 200 درهم في اليوم وبالتالي كان تبلهم الربح السريع بالعكس اليوم يجب أن نهضروا على أنه استغلال هذه الأطفال يجب أن نفكروا فيه بواحد الشكل الذي يكون إيجابي ويتم استثمار هذا شيء إيجابيا من خلال بلورة واحدة سياسة عمومية التي تمكننا من الإدماج هذه الوليدات عن طريق التكوين والتعليم يبدأ الدري يحبو في الثقافة المغربية ويخرج للصنق مع موك تبدأ تتول به وبالتالي هناك تأثير على تنمية الشخصية العاطفية والحسية حيث أنه يولده بطريقة أو بأخرى يمتهن ويكتسب الحرفة وهناك تبدأ الأخطار الكتسب الحرفة وبالتالي هنا ما نؤكد عليه هو أن هذا الأطفال هذا المكان أول ديرهم بعض الأسرة هو التعليم القبل المدراسي بالأمور الأساسية نعم وهذه سنوصل لها في محور دير الحلول قبل ذلك الأستاذ الإدريسي هذا الجانب دير استغلال الأطفال لو توسعين في الكتجلة ربما أوجوه انتهاك حقوق هذه الشريحة هذه أولا باش نتقو في السياق اللي بدنا فيه دير الدوافع الدوافع ما تذكرتش كاملة لأنه كان دوافع خطيرة اللي هي مرتبطة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللي كتمكن الإنسان من الحفظ الكرامة لأن الإنسان متسول أو المتسولة حينما يلجأ إلى الشارع ويمد يدها فإنه يفقد كرامته هذه مهمة وأن الدولة أو الحكومة المتعاقبة للأسف الشديد ما كانتش عندها في البرامج ديالها أو في السياسة العمومية ديالها ما يحفظ للمواطن والمواطنة تلك الكرامة لأنها هي رأس المال الحقيقي للإنسان ثم كيف نجي نهضروا على الفقر والهشاشة والعواز بالإملاق في بعض الأحيان لأن الإنسان بعض المرات ما يتوفرش حتى على لقمة العيش نهضروا على مشكلة الصحة كذلك مشكلة السكن الناس يتسكن في مكان ضيق بلسبة مرتفعة وعندهم أطفال إذن هنا نهضروا على جوجة مسائل إحنا كجمعية عدالة خدمنا على الأطفال في نزاع مع القانون في إطار شراكة مع وزارات العدل وتبينتنا مجموعة من الحقائق اللي كتبين واحد الخالة الخطيرة في المنظومة على القانونية ولا الاجتماعية أولا فيما يتعلقوا باستغل الأطفال باش نرجع للجواب اللي طلبسي مني أولا فيما يتعلقوا باستغل الأطفال قصنا نشوفوه جوجل الأمر أولا كان ذلك الطفل اللي تخرج مع الأم ديالو أو تخرج مع الأب ديالو أو الأخ الأكبر ديالو أو ابناء الجيران أو متشريد وكينجأ للتسول من أجل الحاجة وكيندك الطفل اللي يستعمل أو يستغل إن صحة تعبير من طرف شبكة إجرامية منظمة هات شبكة الإجرامية المنظمة للأسف الشديد ما تعطاش مع هالمشرع بنوع من صرامة أو العقاد لأنه إذا رجعنا للمجموعة القانون الجنائي كنلقاه كيخلو من الزججر الكافي لمثل هذا النوع من الإجرام وإنما يعاقب التسول في حديداتي يعني تعتبر التسول في حديداتي وهو ظاهرة اجتماعية نتيجة أفرزتها تلك العوامل التي ذكرناها هات شاشنا رجعت للعوامل تلك العوامل في تسلسلها أنتجت هذا الظاهرة الاجتماعية إذن هي ظاهرة نتيجة وبالتالي معاقبة المشاركين فيها أو المساهمين فيها الظاهرة ماشي هو الحل وإنما إلا بغنا نهدرع العقاب والزجر هنا نهدرع الأطفال استغلال الأطفال من طرف العصابات الإجرامية استغلالهم من طرف بعض الآباء وأولياء الأمور والتي تحاولوا يستعملهم كوسيلة من أجل الاغتناء وخلقت تفرهم ضروف العيش الكريم إلى آخره هنا جريمة أكيد أنها جريمة أما تسول في حديداته الحاجة فقد الكرامة لا يمكن أن نعتبره جريمة ولا يمكن أن نعاقبه ولا يمكن أن ننظر إلى الظاهرة من زاوية وحيدة وضيقة وهي الزجرية أو المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الحقوقية ونحن نعرف لا بد لنا من حماية المصلحة الفضلة للطفل وعلى الدولة في إطار برامجها التنموية البشرية أن تعتني بهذا الموضوع بالشكل اللازم للأسف أنه هناك خلل وخلل خطير حتى أن الوزارة الوصية تقول بأن عندها أرقام تترجع سنة 2006 الوزارة الوصية تقولك بأن ما كانت استراتيجية هذا موضوع يستحق أكثر من استراتيجية هذا موضوع يحتاج إلى سياسة مستقلة بذاتها لأنه حتى السياسة الجنائية في حدتها من بغاية تعطى مع هذه الظاهرة تحتاج إلى منافذ أخرى إلى إلى مساعدة إلى انسجام مع باقي السياسات حتى تكون تلك المقاربة الشمولية التي تستطيع أن تحفظ المواطني والمواطنة الكرام السيد عزيزي لدينا شيء يتعقب على هذه الفكرة الإقلتي لا أعتبر الحقيق هو أنه الأخت أشارت إلى أنه استغلال الأطفال هو انتهاك الحقوق الطفل هو فعلا انتهاك الحقوق الطفل من خلال التجربة هو أنه تبين أن معالجة هذه الظاهرة بشكل مباشر لا تعطي نتائج وأن الاستثمار والحل المناسب هو العمل من خلال الوقاية ومن خلال السياسة العمومية وبالتالي فالحكومة اشتغلت على عدة واجهات أولا أنه فيما يخص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أولا اشتغلت على الجانب القانوني الآن نشتغل على القانون العاملين الاجتماعيين العاملين الاجتماعيين الذي سيمكن من معايرة هذه الخدمة وبالتالي ممكن أن نضمن يعني التدخلات في وسط المفتوح وفي الشارع كذلك هناك مراجعات القانون فيما يخص القانون 14-05 فيما يخص المؤسسات هناك عدة برامج اجتماعية هناك سياسة عمومية الآن مندمجة لحماية الطفولة التي تعطي جواب لإرساء منظومة حماية الطفولة هناك مسودة القانون الجنائي التي تعالج هذه الظواهر وتعالج كذلك قضاية تسول في إطار الاتجار بالبشر هناك البرامج الحالية